نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم شارك فيها طلبة كلية الشرطة وذلك بالتنصيق مع بنك الدم بمستشفى قصر العيني تعتبر هذه الحملة امتداداً لسلسلة حملات التبرع التي يحرص عليها طلبة الكلية تأكيداً على روح التواصل المجتمعي وترسيخاً لمبدأ المشاركة الاجتماعية والدور الإنساني الذي يقوم به طلبة كلية الشرطة لصالح المرضى والمصابين وللمرة الثانية خلال العام الدراسي الحالي قام طلبة كليات الشرطة بالتبرع بدمائهم ضمن حملة التبرع التي نظمتها أكاديمية الشرطة بالتنصيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والتي تأتي امتداداً لسلسلة حملات تبرع مماثلة تحرص عليها الأكاديمية كل الطلبة جاية من تلقاء نفسها زي ما بنعلم الطالب في خلال أربع سنين إزاي يتخرج ويحمي أمن مصر أيضاً بنركز على الجانب الإنساني بمساعدة أبناء مصر المئات من طلبة كليات الشرطة أبدوا رغبة في التبرع بدمائهم عن قناعة تامة لتخفيف من معاناة المرضى ترسيخاً لقيم العطاء التي تم تنميتها داخل أسوار أكاديمية الشرطة فكانت تصابق للتبرع احنا دايماً الكليات بتعلمنا أن احنا والشعب كيان واحد ودايماً احنا في ظهرهم فقال لحاجة ممكن نقدمها لهم هي تبرع بدم والشعب طبعاً هو أخواتنا وصحابنا وأهلينا فلازم نقال لحاجة ممكن نعملها لهم إحنا تبرع لهم بالدم وأول ما قالونا عايزين ناس تبرع بالدم الدفاع كلها بصراحة يعني قالت احنا عايزين نتبرع كلها دايماً بتعودنا روح التضحية والفداء والمشاركة المستمرة مع الشعب المصري وطبعاً احنا كطلب كلية الشرطة مستعدين ان احنا نضحب أروحنا ودمنا دايماً لحاجة ممكن نقدمها للمصابين والجال حمد الشعب المصري امتنان وشكر قدمه القائمون على حملة التبرع بالدم من مركز نقل الدم بمستشفى القصر العين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين هذه الحملة رقم عشرين على التوالي خلال السنوات الماضية نلاقي الحمد لله كل إقبال وكل خير وكل عمل إنساني من طلبة الشرطة ومن كل قيادات الشرطة الموجودين في الأكاديمية بسهل لنا كل التسهيلات وكل الإجراءات التبرع لم يقتصر على الطلبة بل تصابق إليه ضباط الأكاديمية أيضاً